في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن اهمية الكرازي واليوم رح نتكلم عن ما هي التحديات العابر يسرني مرة اخرى ان اصطديف صديق غالي واخها عزيز على قلبي جدا دكتور امال جندي والاخ امال هو متخصص في هذه الموضوعات ليس فقط من ناحية اكاديمية كمدرس كمعلم او محاضر في الجامعة لكن الخبرة العملية بسبب خدمته في الكنائس والتجواله في دول عديدة من هذا العالم اهلا وسهلا اخ امال اهلا بك يا خنزار واشكرك مرة تاني لاستضافتي والحقيقة كل مرة اقعد معاك يا خنزار انا كمان بتعلم اكتر هذا التواضع منك لا ده صحيح فاشكرك من اجل خدمتك وبيصلي انه الرب يستخدم الحلقة دي ليفتح اذهان المؤمنين في الكنائس ما يخفوش بل يتواصلوا مع احبائنا المسلمين وفي نفس الوقت يشجع احبائنا عابري الى المسيح من الاسلام كما نحن عبرنا من المسيحية الى المسيح انه يتشجعوا انهم مش لوحديهم لكن هم جزء من الرعية الواحدة تحت رعاية الراعي الواحد شخص ربي سوا طبعا توضيح بسيط لكل اللي بيشاهدونا عبرنا للمسيح هذا مش منعتهم احنا عبرنا لطايفة لانه في يعني شعب الرب من كل الطوايف المسيحية عشان يكون واضح ومن كل الخلفيات مش بس مسلمين في يهود في بوذيين في ملحدين في هندوس من كل الخلفيات عم تيجي ليسوع المسيح